بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القلوب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه وأنزلت توراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مركمات هم أم الكتاب والأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الليم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يعلم تأويله إلا أولو الأرباب وما ينكروا إلا أولو الأرباب ربنا لا تزر قلوبنا بحضا إذ هديتنا ورغب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامل الناس ليوم لا ريب فيك إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ما فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلقون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين تقتى فئة تقاتل في سبيل الله والله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأيا العين والله أيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة الأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير في مقنطعة من اللذب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أعنبئكم بخير من ذلكم للذين استقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وآزوان مطهرة وربان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد وإننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو الأيم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجتك فقل أسلمت وجدي لله ومن اتبعه وكل الذين أوتوا الكتاب والأمين إلا أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ماصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا الله إلا أياما مقدودات وظرهم في دينهم ما كانوا يسترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ومفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتلل من تشاء بيذك الخير إنك على كل شيء قريب تولد الليل في النهاي وتولد النهاي وتولد النهاي وفي الليل وتخرد الحني من الميت وتخرد الميت من الحني وترزق من تشاء بظليل حساب لا يستخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله مصير وإلى الله مصير و الله مصير وحساب يوم تجد كل نفس ما عملت من غير محضرا وما عملت من سوء وإن تعد له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحيركم الله نفسا والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاستبعوني يحببكم الله ويرفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن توله فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب رب إني نذرت لك ما في بطني محورا فتقفل من دينك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعت ما أنفى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس لكرك الأنفى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذليةها من الشيطان الرحيم فتقفلها رب باب قبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن مالك هذا هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسنه حسنه هناك دعا زكريا يا ربه قال قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سنيع الزعاء فلا تسر الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا صدقا بكلمة من الله وسيلا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن ما يكون لي غلام وقد بلغني أيكبا وما أتي حافر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك قال رب جعل لي آية قال آيتك أن لا تكريم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال لغنيا يا ربهم قال ربك كثيرا وسبق بالعشي وليئ بكار وإذ قالت الملائكة يا مريه إن الله اصطفاك وطاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم كنتي لربك واسجدي وركعي مع الواكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أخلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يرتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشيك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى إذ قالت المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في مهد وكلا ومن الصالحين قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم ينسسني بشر قال كذلك لله يخلق ما يشاء إذا قضى أما فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني اسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كذيئة الطير كذيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأجمد والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتكرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا ما بين يدي من التوراة ولأحيل لكم بأض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاكتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراطم مستقيم فلما أحسي سامنه ملك فرقى من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواري آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا من الشاهدين ومكروا ومكر الله وهو الله خير الماكرين إذ قال الله يا ريسى إني متوفيك وعفرك إلي ومطيرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وجائل الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة والله لا يحب والله لا يحب ذلك نسلوه على الكلمة الآيات والنكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وما خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك كثير من بعض ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا نذعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل نعلك الله على الكاذبين إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تغلوا فإن الله عليم بمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تغلوا فقولوا اشهدوا بأن ما مسلمون يا أهل الكتاب المتحان جون في إبراهيم وما أنزلت التورات والإنجيل إلا من بعده ألا تحقلون ألا أنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم فلم تحاجون ألا أنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصالياً ولكن كان حريفاً مسلماً وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم ليلاً ليلاً سبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله وليل المؤمنين والذين آمنوا والذين آمنوا أنهم يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يسعرون يا أهل الكتاب لمثلون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لمثل بسون الحق وفي الباطل تكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالله أنزل على الذين آمنوا وعجب النذار وأكروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا من سبع دينكم قل إنما الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجتكم عند ربكم قل إنما الفضل بيالله يؤتى من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم والله ولل الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بطلق أن يؤتى أحد نحن من نحن الذين آمنوا أن يؤتى إليك ومنهم من أن تأمنه بذين يا إلهي أددي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في أمين سبيله ويقولون على الله الكلمة وهم يعلمون بآمن أوفى بعضه والثقاف إن الله يحب المتقين إن الذين يشتعون بآهد الآهد وأيمانه إن ثمنا قليلا أولئك لا خلاقهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب الأيم وإن من دين فايقا يلعون ألسنة بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكلمة وهم يعلمون ما كان البشر أن يؤتيه الله الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون وما كنتم تدرسون وعن نبيهين أربابا أيعبركم بالكفر بعد إذ أنتم مشيمون وإذ أخذ الله ميساقا مبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صدقوا لما معكم ثم جاءكم رسول صدقوا لما معكم ثم جاءكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم ما لا ذلكم إصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بقد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يذبون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ودعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسمايل وإسحاق ويعقوب والأسباط 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 وما أمتي موسى واليسى والنبيون من ربهم ومن لا يفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يمتغي غير الإسلام دينا فمن أقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين كيف أهد الله قوما كفعوا بخد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقا قوما كفعوا بخد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقا وعجاءهم البينات أولئك جزاؤهم أن عليهم لهم كالله والملائكة والناس أجمعين صالدين فيها لا ينصف فقو عندهم العذاب وما هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور وحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم استادوا كفرا لن تقبل كوبتهم وأولئك هم الضعلون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليل قبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وأما لهم من ناصرين لن تنالوا البلو حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عين كل الطام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حروم إسرائيل وعلى نفسه من قبل أن تنزل التواه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذب من بحث ذلك فأولئك هم الضلمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبعالي محليفا فهوها كان من المشركين إن أول بيته يضعي الناس لالذي ببكت مباكه وقدر للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وليادي على الناس حجر البيت من استرقى إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبهون فهي وجنوى وأنتم سبقاء وما الله بغافل عما تنبلون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب لا يردوكم بأي ما لكم كافرين وكيف تتبعون وأنتم تتلعيكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وتقاتلي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحجل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أحداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاح فرة من النار فأنقلكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تنتدون قد لكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمحروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم يوم يوم تهيط وجوه وتستعد وجوه أأما الذين استعدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين يوم يوم تهيط وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد غلم من العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمحروف وتنهون عليم كر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكسوهم الفاسقون لن يبروكم إلا أذى وعن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الليلة أنما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وفاءوا بغضب من الله وفاءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويكتدون الأنبياء بغير حق ذلك بما رصوا وكانوا يكفرون ليسوا سواء من أهل كتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أماء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الأخير ويؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكي ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل كمثل ريح فيها صر أصابت حوث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا واجدوا ما عندتم واجدوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أهواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تحقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لكم قالوا آمنا وإذا لكم قالوا آمنا وإذا خلقوا عبدوا عليكم الأنام لمن غير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بلاة الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتكتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سبيع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تكشنا والله وليهما وعلى الله فليتوى كي المؤمنون ولقل نصركم الله ببنيه وأنتم أبيلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول المؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِتَكُمْ رَبُكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِجٍ هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وَمَا جَلَّهُ رَابُ إِلَّا بُشَّى لَكُمْ وَلِتَقُمَ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو معذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله وفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ أَصْعَافًا مُضَاعفًا واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّ كُمْ تُفِيحُونَ واتَّقُوا الْنَارَ الَّذِي أُعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ وأطيعوا الله والرسول لعلكم توحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض وأرضها السماوات والأرض أُعدَتْ لِلْمُسْتَقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرُوَاءِ وَالْضَرُوَاءِ وَالْكَاظِبِينَ والغيظة ولا فينا من ناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفوا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفوا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت ذر الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للماس عهده وموعرة للمتقين ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلمن إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قوح فقد مس القوم قوح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليحلم الله الذين آمنوا ويتخب منكم شهداء والله لا يحب الوالمين وليمعص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يحلم الله الذين جاهدوا منكم ويحلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أن قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معبور ربيون كثير فما أرغنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفهم استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتمقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشيتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنكم ليبتيكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا ترون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم فأسابكم غمّا بغم فأسابكم غمّا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم على ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعاسا يغشى طائفة أمنكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وميجاهلية يظنون بالله غير الحق وميجاهلية يقولون ذلنا من الأم من شيء قل إما الأمر كله لله قل إما الأمر كله لله قل إما الأمر كله لله يقفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون له يقولون له كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهما قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجرهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجرهم وليغتلي الله ما في صدوركم وليغم وليغم يعم وما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإحوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا هزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أو كانوا هزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أم موتتم لما مغفرة من الله ورحمة خير بما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله اللي انت لهم ولو كنت فضا وليض القلب لنفض لنفضوا من حولك بعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعن الله فني أتوكل المؤمنون وعن الله فني أتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يظل ومن يظل يأتي بما ظل يوما قيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظل أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس من الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولما أصابت أنصيبة قد أصبتم مثلي ذا قلتم من عند أنفسكم إن الله إن الله على كل شيء قريب وما أصابكم يوم التقى الجمال فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل نبي لله أو ادفعوا قالوا لو نحلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له أصابون ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فإحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضير أيها المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشروهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله والله فضل عظيم إن ماذا لكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسايعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا تريد الله ألا يجعل لهم حوا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إفما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على أما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من مسله من يشاء فعاملوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتكتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آساهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله يراد السماوات والأرض والله بما تملون خبير فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكذب من قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول يوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عجد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان وإن تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وباللي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كل برسل من قبلك جاءوا بالبينات واليور والكتاب المجير كل نفس ذائقة الموت وإن ماتوا وفونا أولوكم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنمة فقد فاج وما الحياة الدنيا إلا مساع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتم كتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أيا كثيرا وإن تصبروا وتستقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن أقذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فلتبيننه للناس ولا تكتبونه فنبذوا بوراء ظهورهم فنبذوا بوراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاذة من العذاب فلا تحسبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كري شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض والكلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يذكرون الله بقياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا وذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للوالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا نادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا جنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا مع الأرسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد إنك لا تخلف المعاد إنك لا تخزنا من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من بيارهم وأولوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجريم تحت ذل ألهى أو ثوابا من عندهم والله والله عنده حسن السواب لا يغرن كتقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن اللي نتقى ربهم لهم جنات تجريم تحت ذل ألهى وما عند الله خير للأهرار وإن من أجل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم خاشعين لله وأشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سيئ الحساب يا أيها الذين آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اشتركوا في القناة